مساء الخير هاجر مساء الخير مشاهدين في كل مكان تحية طيب اهلا بكم من اخبارنا المحالية نستهلها بالشأن الأمنية حيث تمكنت فرقة المراقبة للجمارك بمركز هنين بولاية ترمسانة من حدز 40 قنطار من النحاس المعد للتهريب للبلد المجاور والمتمثل في اسلاك هاتفية مسروقة الكمية المحجوزة سرجعت بعض عمليتين وعيتين الأولى بقرية فاطم العربي أين تم حدز 15 قنطار من النحاس في حين تمت العملية الثانية بطريق الرابط بين دائرة الرمشي وزناتة أين وقفت المصالح سيارة نفعية من طراز جي ناف هكذا جي 9 محملة بـ 25 قنطار تصل الكمية المحجوزة إلى 40 قنطار فاطمة زرقوالة في إطار مكافحة التهريب بشتى أنواعه تمكنت عناصر مركز المراقبة الجمهورية بهونين يوم الأحد على إثر قيامهم بكمين بمنطقة فاطمة العربي من إحباط محاولة تصدير كمية من بقايا النحاسة تمثل معظمها في أسلاك جمعة في عملية تخريبية قدرت بـ 15 قنطار علامة شاحنة من نوع صافيام وذلك بعد مطاردة وقيام السائق بمناورات خاطرة على مستوى الطريق كما أيضا في نفس اليوم تمكنوا أيضا من إحباط محاولة تصدير كمية أخرى قدرت بـ 25 قنطار بالطريق الرابط بين الرمشي وزناتة علامة سيارة من نوع فورغو جي ناف حيث قدرت الإجمالي الكمية المحجوزة بـ 40 قنطار وعلى ذلك تم فتح تحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة اشتركوا في القناة